أهلا بكم من جديد جددت قوات والنظام سوريا ليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء القصف على شمال غربي البلاد في حين سهدف الجيش التركي نقاطا لميليشيا قسد في شمال شرقي سوريا وطلق قصفه والنظام محاورا كنصفرا والبارا وارواحا في جبل الزاوية جنوبية إدلب مسببة أضرارا مادية في الأراضي الزراعية من جانبه جدد الجيش التركي قصفه المدفعية على مواقع لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية قسد وذكرت مصادر أن القصف استهدف مواقع في قرى صيدة والخالدية ومحيط بلدة عين عيسى والطريق الدولي شمال الرقة ولم يتبين وجود خسائر بشرية في الاستيديو أرحب بضيف أحمد حمادة الخبير العسكري سيد أحمد أهلا بك معنا أهلا وسهلا مساء الخير من حيث التوقيت كيف تقرأ هذا القصف الجديد للنظام وبعض المواقع تحدثت عن القصف من قوات النظام وكذلك بمساعدة الطائرات الروسية بداية المنطقة الشمالية وخاصة غرب وشمال حلب وكذلك شمال إدلب هي منطقة منكوبة منطقة منكوبة أولا بالزلزال وسبق هذا الزلزال هناك حصار مطبق على هذه المنطقة حيث لم تتوقف ميليشيات إيران والأسد نهائيا عن قصف هذه المناطق منذ توقيع اتفاق سوتي وبعده اتفاق بروتوكول آذار في 2020 لم يتوقف قصف النظام ولا الطائرات على المناطق وبعض البنى التحتية التي بقيت في هذه المنطقة المنطقة ينتشر فيها 1600 مخيم من منطقة أطمة وحتى جبل التركمان في منطقة اللاذقية مرورا في إدلب وهذه المناطق لذلك يأتي هذا القصف على عدة مواقع وعدة محاور محور جبل الزاوية تم قصف كنصفرف ليفل رويحة بنين كذلك محور غربي حلب تم قصف بصرطون وكفر تعال محيط الفوج 46 محور سراقب تم قصف سان والنيرب وجرح عدد من المواطنين ومقتل عدد من مواشي الناس كذلك محور معرض مصريين كفرية الفوعة تم قصف أكثر من 40 قزيفة في هذه المنطقة التي تنتشر فيها المخيمات بشكل واسع وتم قطع طريق حلب أو طريق إدلب باب الهوى الذي يتم استخدامه من أجل نجدة الناس الموجودين تحت الرقام حتى الآن ومن ثم البحث عن ملجأ من هذا الزلزال لذلك نظام الأسد في هذا القصف يقول للمجتمع الدولي يقول للبرلمانيين الذين زاروه من أجل أن يقنعوه مثلا إذا كان هناك شيء في أن يعامل السوريين بشكل أفضل هكذا قالوا ولكن يقول لهم بأننا مستمرون في القصف سنقتل كل هؤلاء الناس لن نغير سياستنا مهما عملتم مهما كان هناك زلازل وكوارث طبيعية إننا مستمرون في قتل الناس والضغط على الناس بدأ الناس يعني يعيشون في العراء مرة أخرى يبحثون عن خيمة كملجأ لهم يأتي هذا القصف ليقول لهم عليكم أن ترضخوا لكل الشروط لكل ما نريده من أجل أن تعودوا إلى بيوتكم حتى لا نقصفكم حتى لا نقتلكم هذا هو السؤال كذلك يعني المجتمع الدولي عندما يتعامل بعين عوراء يقدم المساعدات للنظام الأسد ويترك المتضررين أساسا من هذا الزلزال في الأتارب في جنديرس في حارم في سلقين في كفرتخاريم في أرمناز في بسينيا في كل هذه المناطق التي دمرت بفعل هذا الزلزال لم يأتي إلا عشر بالمئة من مجموع المساعدات الإنسانية التي أتت للنظام إذا كنتم تنتظرون بأن هذا النظام الذي قتل وشرد وذبح السوريين ولا يزال تنتظرون منه أن يقدم هذه المساعدة فإنكم واهمون هذا النظام لا يقدم إلا الصواريخ والقتل والاحتلالات والدعم الميليشيات الإيرانية التي تساعد هذا النظام وتقدم له الأسلحة والمشهورة في هذا القتل من جهة أخرى هل من الممكن أن يكون للك أي رد للمعارضة السورية هل لديها القدرة الآن لأنها منشغلة بلملمة الأشلاء من بين أنقاض البيوت في فعل الزلزال يعني المعارضة السورية وخاصة منها العسكرية والسياسية عملت بالفعل بشهادة الجميع عملت كثيرا من أجل إنقاذ الناس وتقديم الخدمات على الرغم يعني ضآلت الموارد وضآلت آلات التي تساعد في انتشال الأبنية وانتشال الناس إلا أن المعارضة لن تقف نهائيا يعني ربما يكون رد محدود على منطقة يعني نار بنار وقذيفة بقذيفة وهكذا من أجل إسكاة قوات النظام أما أن يكون هناك اليوم هجوم واسع من أجل تغيير خطوط الوقف إطلاق النار فأنا أتوقع بأن هذا الأمر حتى الآن غير جاهز طيب على طرف آخر فيما يتعلق بتصاعد الأوضاع الميدانية هناك قصف تركي على قوات قسد ومقتل أحد عناصر هذه القوات ما هي أبعاد أيضا هذه الهجمات التركية؟ يعني قوات التركية هي مستمرة منذ فترة طويلة بقصف وملاحقة عناصر البيكيكي وخاصة مؤخرا تم مقتل أحد مخططي تفجير إسطنبول شارع الاستقلال تم استهدافه ومقتله كذلك قتل عدد من قوات قسد والبيكيكي في منطقة الاستهداف فاستهدفت القوات التركية الشمال الرقة في منطقة عين عيسى في قريط المعلق في غصيدة على خطوط الام أربع هذا الاستهداف هو تقول تركيا من خلاله بأننا مستمرون رغم كل الوسائط وكل المحادثات نحن مستمرون في التصدي لقوات بيكيكي وسنتابع هذا الأمر وكل العملية السياسية والعسكرية برمتها تهدف إلى إنهاء هذا التنظيم الذي يهدد أمن تركيا طيب اليوم يعني ربما في مسألة هذا الهجوم التركي وهذه الرسائل التركية تحديدا كان قبل عدة أشهر الحديث يدور عن احتمالية وجود عملية عسكرية لتركيا في شمال سوريا ضد قوات سوريا الديمقراطية هل هذا الاحتمال لازال أو هذا الطرح لازال قائما باعتقادك؟ أتوقع بأن تركيا عدت العدة كاملة من أجل تنفيذ هذه المهمة إلا أن المعارضة الأمريكية وكذلك الروسية والإيرانية وغير ذلك لذلك رأت تركيا في طريق آخر لأن تقضي على هذا البيكيكي وتنظف المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا من هذا التنظيم حتى الآن تستخدم الأمور السياسية والدبلوماسية ولا أتوقع ستنجح نهائيا في هذا المضمار نهائيا لأن قوات الأسد نظام الأسد والإيرانيين والروس دائما ينكثون في كل التعهدات التي تعهدوا فيها هناك تعهد سابق من قبل أمريكا في إنهاء من سألت منبج هناك كذلك تعهد من الروس في هذا الشأن إلا أن على أرض الواقع تبقى قسد مدعومة بشكل من روسيا ومن النظام ومن إيران ومن الولايات المتحدة وأي عملية عسكرية تركية حتى الآن هي موجودة في الحسابات ولا أتوقع بأن تركيا ستسقط العملية العسكرية من حساباتها إلا إذا تم تأمين ذلك في الطرق الدبلوماسية والسياسية أشكرك جزيلا على حضورك معنا في الستيديو أحمد حمد الخبير العسكري شكرا جزيلا لك أهلا وسهلا بك ستاز